وردنا هذا الخبر العاجل أكد مصدر أمني مسؤول أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرة ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار وأشار مصدر مصري مطلع إلى أن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تواصل للتهديئة بقطع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع كما أكد أن مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المصاري التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي كما أكد مصدر أمني مسؤول انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي وأشار مصدر أمني مسؤول إلى أن الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أضاف مصدر أمني مسؤول أن فتح وحماس أبددها مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة وأوضح أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة هذا وأشار مصدر مصري مطلع إلى أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ونعيد هذا الخبر العاجل حيث أكد مصدر أمني مسؤول أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرة ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار وأشار مصدر مصري مطلع إلى أن مصر تباصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهديئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع كما أكد أن مصر تبدل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي كما أكد مصدر أمني مسؤول انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بجأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي وأشار مصدر أمني مسؤول إلى أن الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أضاف مصدر أمني مسؤول أن فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة وأوضح أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة هذا وأشار مصدر المصري المطلع إلى أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر